استنادا إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بمعالجة حالات تسرب طلاب المدارس قامت ملاكات تربية اللعفر المتخصصة بزيارات ميدانية لمنازل الطلبة المتسربين من الدراسة لتشجيعهم للعودة إلى مدارسهم بدأت حملة العودة إلى التعليم للمتسربين والمنقطعين عن الدوام طبعا حاليا الحملة مستمرة لدينا أربع فرق في قسم تربية تلعفر التي تشمل قضاء تلعفر ومركز قضاء تلعفر والأطراف كذلك ناحية العياضية وناحية زمار طبعا الحملة تهدف إلى عودة إعادة المتسربين الذين لم يحالفهم الحظ لأسباب عدة منها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية أدت إلى تسرب التلميذ أو الطالب قمنا بحملة مكتفة حملة العودة إلى التعليم لتشجيع المنقطعين عن الدوام أو المتسربين أو الذين لم يرتعقوا إلى الدوام لتشجيع الأوذى إلى مقاعد الدراسة قمنا بزيارة العديد من العوائل هناك عوائل عائدة من النزوح لم يرتعقوا أبنائهم أو بناتهم إلى مقاعد الدراسة نسعى بشكل الوصول إلى أكثر عدد من العوائل وتحقيق نسبة أكثر من إعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة استجابة أولياء أمور الطلبة كانت إيجابية للحملة بإعادة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة وإنها حالة التسرع من المشاكل المجتمعية وآفا تواجه العملية التربوية والتعليمية على حد سواء أنا والد الطالب لوجين في الحقيقة لم يكن في الحزبان إعادة ابنتي إلى مقاعد الدراسة إذ مضى على انقطاعها ما يزيد على الثلاثة سنوات إلا أن زيارة ملاكات تربية تلعفر إلى منزلنا ولعدة مرات جعلنا نعيد النظر في الأمر وأخيرا قررنا إعادتها إلى المدرسة وبكامل قناعتنا قد تترك هذه الحالة آتارا سلبية على نفسية الطالب وتكون عائقا بينه وبين مشاركته الفاعلة في المجتمع لبرنامج صباح الخير يا عراق نبيل داوت تلعفر موسيقى